بسلام خيراً بحضراتكم في حلقة جديدة من الحياة اليوم كلمة السر بالإجماع بالإجماع يتم اليوم إعادة التجديد لتولي السفير أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عيقونة دبلوماسية مصرية ويتم بالإجماع جميع وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جامعة الدول العربية لتجديد الثقة واستمرار أحمد أبو الغيط في منصبه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية عايز أكلمكم شوية أنا فخور جداً أحمد أبو الغيط ليس فقط إنه وزير خارجية مصر الأسبق ولكنه أيضاً دبلوماسي مصري مخضرم ابن برسعيد ابن بلدي وله علاقات مع كل زعماء الوطن العربي أحمد أبو الغيط التجديد لي جاء بعد أن رشحته مصر مرة أخرى عشان كده لو حضراتكم تلاحظوا إن وجه رسالة شكر لكل الزعماء العرب وكل الرؤساء العرب والملوك العرب وأيضاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لثقته لأنه هو اللي رشح مصري بترشح تقول إحنا بنرشح فلان الفلاني وكان ممكن التغيير وحصل الكلام ذا قبل كده وكان فيه انتخابات كثيرة جداً وعدة مرات في جامعة الدول العربية من قبل ولكن في هذا العام يجمع الوطن العربي على إعادة اختيار أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية النهاردة اللي حصل في جامعة الدول العربية إن تجمع لي وزراء الخارجية من كل دول العربية بالكامل وكان هناك كلمات أو تعليقات منهم طبعاً